السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة دراسة وأفكار متنوعة أتمنى أن تكونوا بألف خير في هذا الفيديو سوف نتعرف عن الحروف الفرنسية وخاصة الحروف المتحركة قبل البدء مشاهدي الكرام لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم هيا نبدأ بسم الله نبدأ أولا بحرف الأ أ أغبغ شجرة حرف الب بالون كرة س مئة د دام سيدة أ أ إسكالية سولة أ ف فر حديد فر حديد ج ج ج ج ج أم رجل إي إيدي فكرة إيدي معناها فكرة جي جونال جريدة جونال معناها جريدة كا كيلو كا كيلو أل لك بحيرة لك بحيرة أم مار أم أين نومبغ عدد أو أمبغ ذل بي بان باوس ك كي معناها رصيف أغ غن معناها دائرة أس سبور معناها رياضة تي تابل معناها من ضدر U unit وحدة V vase معناها مزهارية W واكس معناها شمع X إكس لوفان معناها آلة موسيقية Z zero سفر نحن نحن نعلم بأن اللغة الفرنسية تتكون من 26 حرفا خمسة أحرف متحركة والباقي ساكنة ويضاف إليها أيضاً حرف الـ وكذلك حرف الـ إذا كان سامتاً يعني هذه الحفظ القاعدة أجب عليكم حفظها خمسة أحرف متحركة والباقي ساكنة ويضاف إليها حرف الـ وكذلك حرف الـ إذا كان سامتاً والحروف المتحركة هي A E I O U Y S كما قلنا إذا كان حرف سامت ولكي يسهل علينا نطق الكلمات بطريقة سهلة وسليمة علينا بتقطيع هذه الكلمة إلى مقاطع كل منها يتكون من حرف متحرك زائد حرف ساكن أو حرف ساكن زائد حرف متحرك أعطيكم مثال كما غاد معناه زميل أتلاحظون يتشكيل الكلمة يجب علينا استعمال حرف ساكنة وحرف متحركة يعني يجب علينا أن نسق الحرف ساكن مع الحرف متحرك كما تشاهدون س هو حرف ساكن والأ هو حرف متحرك أم أيضاً ما أم مع الأ أغ مع الأ ودي مع الأ وهكذا قمنا بتشكيل كلمة صحيحة المثال الثاني فغندل أتلاحظون قمنا بتشكيل هذه الكلمة بالاستعانة بحرف مساكنة زائد حرف متحركة أثمع الأ حرف ساكن وحرف متحرك أغ والأ حرف ساكن وحرف متحرك ويستطيع أيضاً أن يكون حرف متحرك بين حرفين ساكنين كما تلاحظون هنا غون أغ مع الأ حرف متحرك والآن حرف ساكن والآن أعزائي المتابعين سنتعرف قليلاً على الحروف المتحركة سنبدأ أولاً بحرف الأ ينطق أ لا ما تا وسا المقطع آئي يعني الحرف أ عندما يتبعه يعني مبوصلة الحرف الإي ينطق إي كما في الأمثلة الآتية م م ك و ج وهناك أيضاً المقطع آئي لاحظ وجود نقطة على الحرف إي وتسمى تخيمة وفائدتها في النطق أنها تفصل بين نطق حرف آ وحرف إي مثلاً سعيد سعيد معيس هي ذرة لم نقل سعيد لم نقل سيد أو ميس قلنا سعيد ومعيس يعني فصلنا بين الحرف الآ والإ إذا جاء حرف الآ بعد الآ مباسرة يعني هكذا آ ي يتحول إلى أو يعني يصبح نطقه أو مثلاً بو معناه جميل تويو انبوب تلاحظون الآ مع الـ ينطقه أو ننتقل إلى الحرف الثاني وهو الأ ج ت م س ون يعني ينطقه أ ج ت رغارد أنا أنظر إليك أش ت يشتري ج لعب لاحظ أن حرف الأ في آخر الكلمات لا ينطق حيث أنه يهدف إلى نطق الحرف الساكن الأخير يعني إحنا نلاحظوا بلي حرف الأ في أغلبية الكلمات لا ينطق يعني هو حرف ساكن في آخر الكلمة جميلة أغلبية الكلمات لا ينطق أما أ أكسن غراف فتنتق مفتوحة أكثر لاحظوا مار پير فخير وآر يعني تنتق مفتوحة أكثر من الأكسن أجو وأ مفتوحة أيضا إذا جاء بعدها بعض الحروف يعني أ تقدر تكون مفتوحة إذا جاء بعدها حرف ت واس وآر بالأكسن وكذلك يعني تنتق مفتوحة إذا جاء بعدها حرف سكن مضاعف يعني دبل كنسون مثل يعني حرف الأكسن الأكسن ساكنفليكس تنتق مفتوحة قليلا يعني باركزمبل أتخ وفناتخ ننتق الأعزاء المتابعين إلى الحرف المتحرك الثالث وهو حرف هذا حرف هذا حرف هو من بين حروف المتحركة ستون وحرف يساوي نطقا حرف يعني ينطق مثل حرف إي ألي ألي أتلاحظ سامي سامي يعني لديهم نفس النطق ننتق الأعزاء المتابعين إلى الحرف الرابع أو الحرف المتحرك الرابع وهو حرف الأو أغ كور دول والسول ينطق أو أما إذا جاء حرف الأو بعد الأو مباسرة يصبح النطق أو يعني عندما يكون الأو مع الأو ينطق أو باركزمبل تجور دائما سورير ابتسام مغير يموت أتلاحظون حرف الأو مع الأو وينطق أو أما الحرف الخامس المتحرك الخامس وهو حرف الأو فهو حرف بسيط جدا مير ينطق أو يعني لديه أي قاعدة سور و جور مير معناها حائط سور معناها على وجور معناها صعب أما الحرف السادس وهو حرف الـ هو ينطق مثل إ تماما يعني لديه أي قاعدة أتمنى أعزائي المتابعين أنكم استفدتم من هذا الفيديو وإذا أعجبكم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وخاصة تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وللتذكر للذين لا تصلهم فيديوهات أو إشعارات الفيديوهات ما عليهم إلا أن يلغوا الاشتراك بالقناة ثم يشتركوا من جديد ثم يقومون بضغط عفوا زر الجرس من جديد وهكذا يكونون قد حلوا مشكلة عدم وصول الإشعارات تذكروا دائما إذا لديكم أي مشكلة مع أي درس أو استفسار في أي شيء فاتركوا لي تعليق في أسفل الفيديو واكتبوا لي اسم الدرس أو اسم السؤال أو أي شيء لأجيبكم بإذن الله وشكرا لكم على متابعة نلتقي في عدد آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر